دعونا نلقي نظرة أيضا على أمر آخر شغل بال وكلات الأنباء العالمية صحف الأجنبية مواقع التواصل الاجتماعي عرض عسكري كبير وضخم للغاية لحركة طالبان في ولاية قندهار ضم 700 من الخارجين الجدد للجيش الأفغاني الجديد أو لجيش الإمارة الإسلامية كما تقول حركة طالبان المسير في هذا العرض العسكري بأنه تم استخدام آليات عسكرية أمريكية تركها الجدود الأمريكيون وهربوا وفروا من الأراضي الأفغانية والآن هي في حوزة طالبان وتم الإعلان عن هذا الأمر في العديد من عروض العسكرية الآليات العسكرية الأمريكية الآن بحوزة طالبان ويتم الاستعراض بها وكان هناك حالة كبيرة من الالتفاف الشعبي حول مقاتلي الحركة وحول المتواجدين داخل الحركة أثناء استخدامهم وأثناء استعراضهم لتلك الآليات العسكرية الأمريكية وكان من الواضح بأن هناك حالة من السعادة لدى المواطنين الأفغان في ولاية قندهار وهم يتابعون تلك المشاهد للعرض العسكري الذي قاموا من خلاله بتخريج 700 من عناصر الحركة 700 جدد تابعين لكتيبة قيل عنها بأنها تسمى باسم بدرة دعونا نلقي نظرة على الصور تلك من العرض العسكري وكالة الأنباء الفرنسية هي من نشرت تلك الصور أمام حضرتكم المجاهدين أو المقاتلين الأفغان تابعين لعناصر حركة طالبان والآن يسمون أنفسهم بجيش الإمارة الإسلامية أثناء استعراض العسكري في ولاية قندهار دعونا نلقي نظرة على الصورة التليلة لدينا أمام حضرتكم جانب من الجموع الغفيرة التي تابعت العرض العسكري في ولاية قندهار أمام أحد المساجد الكبرى هناك وأعلم طالبان حاضرة مع المواطنين الأفغان دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التليلة التي توضح أيضا حجم التلاحم الشعبي ما بين المواطنين الأفغان وما بين عناصر حركة طالبان أمام حضرتكم حالة من السعادة ارتسمت على الوجوه بهذا العرض العسكري الذي يدلل على قوة حركة طالبان التي استطعت إخراج المحتل الأمريكي بعد عشر سنوات من الاحتلال كما قامت أيضا فيها السابق بالدفاع عن الأراضي الأفغانية في وجه الاتحاد السوفيتي أمام حضرتكم الآليات العسكرية والمدرعات الأمريكية التي تتواجد الآن في أيدي عناصر حركة طالبان دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا أمام حضرتكم يعني على غرار كده عفش العروسة حينما يتم نقله نجد بأنه كل الأهل والأحباب يتواجدون فوق السيارات يعني شايفين حتى أطفال المتواجدين مع الحركة يعني يبدو بأنه حالة أيضا من البهجة والسرور تعم الجميع أمام حضرتكم إشارة التوحيد من جانب أحد عناصر حركة طالبان أثناء التقاط الصور التي تم توزيعها على كل الصحف الأجنبية والعالمية من قبل وكالات أنباء عالمية عديدة تلك الصورة متخزة من وكالة الأنباء الفرنسية يعني تلك الصور جابت العالم أجمع دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا أمام حضرتكم في هذا العرض العسكري مقاتل حركة طالبان يعني يتسمون بالجدية من الواضح بأنه هذا الأمر يظهر لديهم بشكل كبير للغاية أثناء التقاط الصور في هذا العرض العسكري اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر